زي ما النهاردة 5 يونو ذكرى 67 الاليمة النهاردة برضو ذكرى الحصار على قطر ذكرى الحصار على قطر سريعا كده في المقال بتاع الاستاذ محمد سيف الدولة عن الكهنة الديني الجديد اللي بيدين بي عبدالفتاح السيسي اللي هو حب اسرائيل عايز اقول لكم زمان لما سافر علي سالم اسرائيل او الكيان الصهيوني تم طرده من الدول العربية كلها وكان اي مواطن مصري او عربي يتحطى على الباسبورد بتاعه فيزا اسرائيل ما كانش يدخل مجموعة دول كان من الجمارك كده من الجوازات مايدخلهوش من الدول دي باكت السعودية والكويت والامارات والبحرين وقطر وسوريا طبعا وتونس والجزائر والمغرب يعني كان كده كان مجرد على الباسبورد بتاعك ختم اسرائيل اتحرمت عليك دول عربية كتير جدا النهارده بقى الباسبورد بتاعك لو عليه ختم قطر تتحرم عليك مجموعة الدول شفت شفت في خمسين سنة حصل ايه فيزا اسرائيل على باسبورك من خمسين سنة كم ما تدخلكش دول النهارده فيزا اسرائيل على الباسبورد بتاعك تخلوهم يستقبلوك استقبل فاتحين بينما فيزا قطر على باسبورك تمنعك من دخول دول النهارده مرور سنة على حصار قطر ترجمة نانسي قنقر